تشات جي بي تي ذكاء الاصطناعي أبليكيشن مجنون عم بنافس جوجل قصة قصة كتير حلوة اذا انت حاب تشوف خمس استخدامات لتشاب جي بي تي في حياتك الشخصية والعملية قدمات ممكن تطبقها من اليوم تكتشف نتائج فورية مع تشات جي بي تي رح اشرح شوي عن الشركة اوبن اي اي شركة اللي ايلون موسك كان احد القائمين بتأسيسها في 2015 رح اشرح شوي عن التكنولوجيا وبعدين رح نطبق خمس امثلة بسيطة مع تشات جي بي تي التكنولوجيا مبهرة 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 خليكم معي نبدأ شوي بتاريخ الشركة اوبن اي بنروح لصفحة الويكيبيديا وبنكتشف معلومات مهمة في مستقبل الشركة شركة تأسست بسام فرنسيسكو من قبل شخصين سام ألتمان و ايلون موسك كان جزء اساسي من تأسيس الشركة طبعا للي ما بيعرف مين سام ألتمان هو الفاوندر لواي كومبينيتر احد مشاريعه طبعا او احد اكبر مشاريعه ممكن تقلو اكتر عن واي كومبينيتر الزلمي مهتم بكتير اشياء منهم الطاقة النووية خلينا في الطاقة النووية خلينا في اوبن اي 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 اوبن اي اي لليوم ايلون موسك ما استمر فيها ايداعات كثيرة ان اي ايلون موسك له علاقة بالتكنولوجيا بس تعليق واضح في 2018 ايلون موسك استقال منصبه بمجلس الإدارة ويستمر كدونر يعني على الاغلب لساته مستثمر على الاغلب وعنده حصة من هالمشروع بس مش من الاشخاص المؤسسيين شركة اسات 2015 وعندهم مشاريع كثيرة مشاريع قوية مختلفة بس تشات جي بي تي خطف الانظار حاليا بدي اصدمك عزيزي مشاهد انه كلفة تشات جي بي تي في اليوم في اليوم كم بيكلفهم تشات جي بي تي مئة الف دولار باليوم تكاليف تشغيلية لهذا المشروع طبعا اكيد اكيد هم عندهم الفندينج ورح يجيهم الفندينج الاكتر على النتائج اللي رح نجوفها مع بعض هلا قدش البرنامج ذكي وقوي وسريع طبعا انت بتحكي من المئة الف دولار المئة الف دولار تجي من سرعة الكمبيوتر اللي بستجيب لسئلتك خلينا نبدأ بفقرة الاسئلة نيجي للفقرة الاهم واللي هي خمس اشياء ممكن نطبقها مع تشات جي بي تي من اليوم نبتدي بالحياة الشخصية او بلاش الحياة العملية انا شخصيا وبتوقع مش لحالي كثير معاي منكم بهاي المرحلة عم بدور على افضل اكل صحي مناسب ليومي مناسب لعدم زيادة وزني الى اخره عم بحدد حالي باشياء معينة الضايع ازهقت من الاكل عم بدور على اشياء جديد خلينا نشوف هل بتقدر تساعدني مثلا كمان احعم احري احتفظ ميال لوين الماكسيوم ممكن انا معرف هذا التجواب بس انا لئلي بتوقع عهارست ميتة كالوري اه.. بر دي اي احب ميت شو كمان انت احبت كمان اي احبت سالمون تمام؟ هنشوف شو بطلع هلأ بيعطيك لايف شوفوا انت سرعي تلداء انا ما 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 عدلتش ايش عالفيديو لايف منيو كامل بناء على المعطيات اللي انت عطيتوا اياها بيعطيك هي كم كالوري فطور كم كالوري غدا كم كالوري عشاء وكم كالوري كل سناك وبيعطيك افكار كاملة منيو كامل انا بقدر اطبقوا هلأ اكيد في جوجل انا لو بدور بلاقي متاع الشبيهة رح يخدني وقت عبيما الاقي الالف وستمائة كالوري لأسبوع بمعطيات ان انا ما بحب اللحمة وبحب السالمون مثلا شوف حطلي سالمون هو لسه ما حطليش مركز على الستيك كتير بما اني بحب اللحمة بورك تشوبس مثلا حطلي بورك تشوبس ممكن انت تعدل على النتائج اللي اجتك وتعملها احسن ضلك تحاوله عبما تصل لنتيجة الامثل ايام هلأ في اشياء ما عجبت ما في كتير اطباق ايطالية بدللي البورك بتيركي ضفلي اشياء حل فيه اخر يوم حابة حلية على طول فورا here is the updated meal plan that includes more Italian dishes and the places بورك بتيركي خلص غيروا خلصنا من الافطار وضاف لنا اطباق ايطالية ممكن انا اقول له مثلا خلي ليها اكتر عربي خلي ليها اكتر كتير لي بصل كتير لي توم ما اعرف كل واحد بناء انا رغباته لانا عندي هذا المنيو ايش بقدر اسوي فيه لانا اطبخه لازم اشتري اغراض معينة can you provide a shopping list for this لا اعطيني انا بدي اروح اشتريهم الاغراض خلص اعجبتني اعطاك جميع المكونات اعطاني كل المكونات اللي لازم انا اروح اشتريها لان اطبخ هذه المنيو وهي بتساهل علي لانا انا باخدها زي ما هي اتأكد ايش عندي منها اللي ما عندي خلص عندي shopping list جاهز بالمكونات can you provide quantities هنا يعني انا قمة الكسل انا اوكي عندي المكونات بس انا ما can you provide me with the quantities بدي عارف قديش اشتري من كل واحد تفضل فورا 14 بيضة 14 طب طب تقدر تحسب لنا حقهم can you calculate estimated cost of these items based on can you estimate can you estimate calculate the estimated cost of these items based in دبي غنجرب دبي انا بديش اعرف قديش حقهم في امريكا in the united states بقدر يعطي خلاصة جميلة انا اخدت منه menu لأسبوع اخدت منه مكونات المنيو واخدت منه حتى متوقع سعر المنيو اتوقع طبعا هذا الحكي لسه ببدايته يا اخوان هو الا لسه بيعرفش غير امريكا بس شوي شوي بتعرف على باقي البلدان بتعرف على الاشياء اختصر علي هون انا كل الجهد اللي ممكن ابذله كان هذا ممكن ياخد مني ممكن انا الاقي نفس المعلومة انترنت ولكن بسرعة لي يعني بتاخد وقت شمع نقول هذا الحكي يكون ايك بالتنظيم هذا الشغل الثاني اللي نفرض انه انا عندي هدف خسارة وزن فعندي بحب اسوي تمارين هلا انا مثلا عندي العضلات المعدة العلوية دائما غير فعالة هل تريد اكثر سيز روتين روتين رياضي خلية هاي غلط خمسة عشر دقيقة باليوم بيركز على تمارين المعدة وممكن انفدو في المكتب انا هون انا احنا شو عم نستغني عم نستغني عن الطباخ او الاخصائي الغذائي انا عم بستغني عن الكوش اللي بستعين فيه اذا انا بستعين في كوش انا مش من هدول الناس بس في كتير ناس استعين في كوش طائز روتين ربع ساعة بناءً على طلباتي يعني أنا أكيد ممكن ألاقي أحسن عشر تمرين للمعدة في اليوتيوب صحيح ربع ساعة معاملين يعني أنا عارف أنه 90% صح أنه هدولة ملائمين أنه أنا بقدر أنفذهم حالياً في المكتب ربع ساعة باليوم هلأ أنا ما حسبت كديش رح يخسروني كالوريز فمثلا أنا بدي يخسروني عدد معين من الكالوريز اللي بيعجبني أنه يعني ذكاء إصطناعي ما بستعجل أنه يعطيك جواب حتى لو ما عنده الجواب يعني كالوري بيرن يشرح لك إيش اللي بيصير بعملية الكالوري بيرن والبي امار كيف هو بيؤثر عليه الوزن والعمر والآخره يشرح لك إيش لازم تسوي عشان تخسر كالوريز وبيقترح لك تجيب أداء عشان تقيس عليها قديش بتخسر كالوريز I want to lose 600 كالوريز per day within 15 minutes daily. What should I do? أنا بدي 600 كالوري بصير هيك يا أخوان حلو يلا general not advisable يعني هذا كله فورا وبيعطيك إيش الـ considered safe 1-2 pounds وبشرح لك إنه بدك تعمل إيش very high intensity عشان تخسر أنا طبعا طلبت إيش مستحيل أنا فاهم لو في إيش بشي 600 كالوري بربيع ساعة أكيد فيه أكيد فيه فهي فايدة بالنسبة لفايدة تانية استخدام تاني للحياة العملية اللي هو في الرياضة في روتين الرياضة اعتمادا على أهدافك ممكن هو يساعدك طبعا أنا ممكن أقول له حول لي هذا الـ work out لإكسل شيت وأخذه وأحطه في إكسل وأطبعه ويصير عندي برنامج أسبوعي جاهز للتطبيق هاي فايدتين بناءً لحياتنا الشخصية ثلاث فوائد على حياتنا العملية أغلب الفوائد التسويقية للي مهتم في التسويق أغلب اللي في قناتي أنتم مهتمين في البيزنس والتسويق برضي هناك شوي بيزنس وهذا جزء من البيزنس وهو أن تكون عندك بالنس بين الحياة والبيزنس صح؟ خلينا نكمل في البيزنس أني يأتي للفقرة الثانية اللي هي ثلاث أشياء ممكن نستخدم فيها تشات جي بي تي في البيزنس وأول واحدة كتير بتبهرني دائما وعم بسوي دائما أمثلة غير عن اللي قبل عشان يطلع نتائج جديدة وأشوفها معاكم مثلا أنت عندك كوفي شوب أنا لديك كوفي شوب مع أحسن كوفي شوب فيه أحسن كوفي شوب طبعا يا إخوان للي سألني ليش عم باستخدم اللغة الإنجليزية ليش ما سويت الفيديو باللغة العربية التكنولوجيا كلها أول ما تطلع مبنية تكنولوجيا على اللغة الإنجليزية النتائج أدق جربتها بالعربي طبعا قوتها بالعربي بالنسبة للموجود أستخدم اللغة الإنجليزية فأستخدم اللغة الإنجليزية وأخذ جواب واضح أحتاج إلى إستغرام فيديو كوفي شوب لدي كاميرا جيدة كاميرا هل تساعدني بسكريب ومع أفكار أفكار مثلا شوف أنا لسه لم أكملتش السؤال فيديو كوفي شوب هنا تفضل تورو في كوفي شوب تأخذ ريفيوز على تورو في كوفي شوب حلو الفكرة أي فكرة تتوريال عن كيف تتصمي تركيش كوفي شوف أخذ ريفيوز على تورو فيديو كوفي شوب شوف أخذ ريفيوز على تورو فيديو أخذ ريفيوز على تورو فيديو كوفي بيكين باسترين كلها أفكار صناعة محتوى طب أنا هاي مرات بقعد الواحد يدور على أفكار وطرق وإيش أسوي عشان أصنع محتوى هايو جاهز طبعا أنت بتضلك تقدر تغير يعني مثلا أم هل تستطيع أن تقوم بمضحك هل تستطيع أن تكون مرحكة أو أحد من المكوة وإن هكذا من هدول الأفكار أريد وحدة خليليها متضحة أريد 15 ثانية أعمل لك فيديو بضحة كوفي شوب Bloopers اللي هي الأخطاء اللي بتصيرا بالكوفي شوب قرارة كوفي فديا شوف أنت يعني حتى غيرت النمط بالفيديو فهم عليه سرعة المعلومة من الطلب للنتيجة هاي تطبيق صناعة محتوى تماما بدنا نشأ نضالها في نفس التطبيق تطبيق ثاني نبدأ تطبيق ثاني عملي شات جي بي تي في البزنس مثلا اذا انا بدي اسوي بروفيت ان لوس ستيتمنت الربحية المالية لبزنس معين مثلا انا انا افتح فلطيني بروفيت ان لوس ستيتمنت قادمي اقام قربه يادري على هذا الحشور طبعا دايما شور دايما ما في شك ولا عمره بكون في الجواب فلسفي وتؤالك صعب وفيش كتير عوامل طيب هيك هيك صار في كل المعلومات افتح محل فلافل اعملي بروفيت ان لوس ستيتمنت للستة الشهر الجيين رح استثمر مئة الف دولار اجار الشهري خمسمية الفود كوست اللي هو انتاج الغذاء خمسين بالمية والليبر عشرين بالمية ومتوقعين نزيد عشرة بالمية مبيعات كل شهر طبعا هو شور اكيد رح يقولي شور والله يعمل لها يعني هذا طب هذا الحكي لخص الموضوع كله نتم وعمل الزيادة اللي حكيت له عنها العشرة بالمية اعمل لي بروفيت ان لوس ستيتمنت من جملة ونجملة معومة حتى ممكن يعني او احكيها لواحد صاحبي ممكن ما يفهمش عليها هاي فايدة ثانية هاي بعملها كوبي بحطها بأكسل بعدل عليها طبعا اكيد بس نقطة بداية هاي لحالها ريحني من كتير اشياء طبعا بتعطيك شرح من وين اجت له هاي الارقام الفكرة الثالثة بتيجي برضو تحت مظلة التسويق وصناعة المحتوى لنفرض انا عندي قناة يوتيوب انا عندي قناة يوتيوب وحابب اعمل فيديو عن نجاح البائعين على اسواق امازون الامريكي حابب اعمل فيديو قصير ثلاث دقايق احتاجوا سكريبت ما عندي سكريبت من وين اجيب النص بدي اعمل بحث بدي ادور بدي اعرف وين قديش المعدل ومش المعدل طبعا نشوف شات جي بي تي قديش بتريحني تمام احاول فيديو تشوكيس الربحية المتوسطة اللي باقعين امازون اف بي اي في الولايات المتحدة الامريكية بدي السكريبت يكون ثلاث دقائق ما بدي افكر في موضوع هذا ظلع اطوال حكيت اقل انا 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 وي اعمل فيديو ثلاث دقائق تفضل جاهز عنوان الفيديو افرش بروفيتو بريتي اف بي اي سيلرز مع المعلم اللي بيعجبني بيعطيك تفاصيل يعني كيف تبلش الفيديو ايش تحكي بنص الفيديو هلأ خلينا شوف المعلومات قديش هاتف اطلعنا بالجواب النهائي وصراحة قوي صراحة قوي جدا 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 اول اشي شرح لنا طريقة عمل الامازون اف بي اي انا دايما بحكي فيه انا لما حد يسألني قديش ربحية الامازون هذا بيكون جوابي انه الربحية هاي متقلبة بناء على العوامل كتير عدد المنتجات وكذا بعدين بيعطيك نسبة نسبة الربحية البروفيت مارجن من 5% ل 25% واغلبية الناس بتقع بين 10% ل 15% وهي نسبة واقعية حقيقية عن تجربة وعن بحث فهو شوف قديش لخص عليك وعطاني النص انا ممكن استخدمه في اليوتيوب مثل ما هو هاي فكرة فيديو رائعة معلومة كتير ناس ممكن ما بتعرف عنها بيعمل فيه تلخيص لاخر فيديو نصائح كتير قوية صراحة انا منبهر بشات جي بي طبعا انا اذا بدي هذا كله ترانزليت تستو اربيك محاب استخدامه باللغة العربية برجع بحكي هو قوي باللغة العربية ولكن يعني فيه لسه 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 ناقصه ناقصه هاي المراحل الاخيرة يا اخوان اللي عجبوا المحتوى ومهتم بالتكنولوجيا لشات جي بي تي ام بتعلم اشياء جديدة كتير اخر ايام طريقة ضمن شات جي بي تي للبزنس تبعك الاستغلال شات جي بي تي في وظائف معينة ممكن يتفيدك على مستوى شخصي وعملي اللي بهموا هاي المعلومات سبسكرايب رح اجيكم فيه انا متأكد رح الاقي اشياء مفيدة ممكن تطبق على البزنس يعني نقول مش من بكرة بس عن قريب التكنولوجيا هاي قاعدة تتغير كتير بسرعة فاللي مهتم بالتكنولوجيا هاي اذا عجبكم المحتوى اذا عندكم حب لاكتشاف عالم امازون تجارة على امازون في فيديو عن اهم 10 اسئلة اللي بتيجى للواحد لما يفكر يتاجر على امازون اللي اللي داخل عالم التسويق او مفكر يشتغل بالتسويق او عندك موقع او عم بتبيع بنصح كتير تحضر الادز مانجر الانستغرام طريقة عمل الاعلانات صرفنا عليها فوق ال 50 الف دولار اعلانات عبما وصلنا لهاي النتائج وتوقع فيه مفايدة كبيرة على فكرة لكتير ناس شكرا لمتابعة خليكم معاي رح اعطيكم كتير اشياء حلوة عن شات جي بي تي شكرا لكم يعطيكم الف عافية